اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في نظام مختلف وللأسف انا مقدرش اقول لكم النظام لان زي ما بقول لكم هو كل اسبوع في نظام مختلف غير ان هي بتختلف من حد للتاني حسب الوزن اللي عايز ينزله يعني لو حد 100 كيلو مش بياخد نفس النظام اللي بياخده اللي عنده مثلا 80 كيلو بتفرق من حد للتاني فعشان كده كل واحد بيكون ليه نظام فافضل حاجة ان كل واحد يروح لدكتور او حتى بدلقتي بيتابعه كمان اوندلاين وتبعتلك النظام اللي تقدري ان انت تمشي عليه انا مش عايزة انزل وزن كتير عايزة انزل بس 10 كيلو فالموضوع بيكون اصعب على فكرة لما تكون يعايز تنزلي وزن قليل عكس الناس اللي بتكون عايزة تنزل 30-40 كيلو بينزلوا في الاول 5-6 كيلو كده لكن انا بس كل محتاجة انزله 10 كيلو واحنا قطعنا نص المسافة الحمد لله فاضل النص التاني وبعدها انا مش هعمل ضايت يعني مش هبقى عايزة اخسس نفسي او حيجة لا اه هسبت بقع بعد كده الاسبوع ده النظام بتاعه قصي شوية عشان ما فيهوش نشويات خالص فده كان الفطور بتاعي سمرت فكها انا قطعت طفاح وحطيت عليه قرفة واخدت معي كوباية النسكافي بتاعتي بعد ما فطرت بقى كانت استاذة زيما ما بقى عليك كنبة زي ما انتوا شايفين كانت دلق عليها لبن انا تقريبا كل فيديو بوريكم بقعة اروع من اللي قبلها فاستخدمت منظف ومزيل البقعة ده اسمه كلين من مايوي رشيته على البقعة كلها ودعكتها بيها فعلا الحمد لله ان اضفت ولما لا شفت البقعة راحت بس انا خلاص اصلا بقيت مش عجباني خالص الكنبة ونفسي غير القمش بتاعها بجد اه تبهدلت قوي من زي ما بصراحة من ساعة ما زي ما بدأت ان هي كبرت كده تمسك الحاجة بتبهدل الدنيا بقى اكلة تبقى مسكة الوان اي حاجة بتشربها بتقلبها على الكنبة فالكنبة بصراحة يعني بتعاني معايا نفسي جدان جدان بجد غير القمش بتاعها عشان تبهدلت من البقعة وكمان طبعا عندي حجة كده بس انا نفسي غير القمش بتاعها بس يعني انتوا عارفين الحاجات دي بتاخد 15-20 سنة عشان تتغير ومين عالم يمكن تتغير الله اعلم خلصت ودخلت اغسل الموعين وكنت عايزة اخد رأيكم بقى بالمناسبة بحاجة دلوقتي انا ديما عندها سنة وعشر شهور عايزة عارف انتوا ببدأت تودوا اولادكم حضانة من امتى اللي هي الحضانة اللي هي البلاي سكول اللي بيروح يلعبوا فيها ويطلعوا طاقة وكده انا بصراحة نفسي ان هي تروح عشان تطلع طاقة بس مش اكتر يعني انا بحس ان هي بتزهق اوي اوي في البيت ومهما حاولت ان انا سليها او ان احنا نعمل اي العاب او حاجة في البيت الموضوع لا يتعدى الربع ساعة يوم بنتول بيبقى نوص ساعة بالعافية ان انا عارفة سليها وبقى اليوم بتبقى قاعدة زهقانة جدا وبحس ان ده بيخل التفل عصبي وزنان وبيتلكك بقى على اي حاجة فانا بحس ان احنا ان انا محتاجة وديها حضانة ان هي تطلع طاقة ده غير النزيمة يعني اكلها ضعيف جدا 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 ومنعتها ضعيفة اي بتتعب بسرعة 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 بقلت الاكل فحتى الدكتور بتاعك ترح علي قال لي طب ليه متوديهاش حضانة ما هي ممكن تاكل مع الاطفال ويشجعوا بعض وكده ممكن عشان هي لوحدها في البيت فمش بتاكل كويس فقال لي ان هو بنته برضو كانت كده ولما راحت الحضانة الموضوع فرق معاها كتير جدا بقت بتاكل كويس وفرق معاها كمان في الكلام وفرق معاها في الطاقة وبقت بتنام كويس لان انا برضو عندي نفس المشكلة معاديمة ان هي مش بتنام كويس ونومها قليل فده لانها طبعا ما بتعملش مجهود فالدكتور بصراحة هو اللي اقترح علي كده قال لي لو وادتيها حضانة هتفرق معاها كتير جدا بس برضو في نفس الوقت انا عايزة اخد من كلام المامي زل مجربين بدأتوا تنزلوا ولادكم من امتى وخصوصا لهم زي قاعدين في البيت مش بيشتغلوا يعني انا عارفة ان في ناس لما بتشتغل فبتنزل اولادها حضانة من بدري في بينزلوهم من اول ست شهور كمان فانا عايزة مامي كده تكون قاعدة في البيت زي مش بتشتغل نزلتي اولادك من امتى ولو حد نزل اولاده بدري هل فعلا فرقت معي وحسب فرق وتغيير ولا نادم ان هو نزلهم فانا عايزة اعرف من حد مر بالتجربة علشان يعني ابقى عارفة الدنيا ماشية ازاي هل الام هيت فعلا بتنزل اولاد بدري ولا ده بدري قوي ولا المفروض ينزلوا من سن كام يعني احكولي كده التجربة بتاعتكم اللي مريتوا بيها وهل كانت تجربة نجحة ولا كانت تجربة فشلة وندمتوا ان انتوا عملتوا حاجة زي كده علشان برضو ان انا اكون عارفة انا اصلا حتى مش عارفة لاني هل لو هنزل دي ما حدونا حسن ان انا محتاسة مش عارفة انزلها فين وحدونا فين طب هواديها ازاي وهجبها ازاي حسن ان احنا كده ايه بنقرب على حاجات صعبة قوي كده كلهم امنا ان احنا قاعدين في البيت ونلعب ونتسلى وشكرا على كده فحسن الموضوع الدراسة ده هيكون حاجة صعبة قوي بجد فبردو قولولي كده من النصايح بتاعتكم انا بعد ما خلصت كنت مطلعة فراخ عشان تفوك دي فراخ باني انا بقسمها في اكياس دايما انتوا شايفين كده على قد الاكلة الوحدة يعني انا اول ما بجيب الفراخ بجيب كمية وبخسلها وننظفها وبعمل لها اللي هو محلول النقع وبنقعها فيها من بالليل لحد تاني يوم في التلاجة وبعدين بقسمها في اكياس على قد الاكلة بتاعتنا مثلا انا واسليمو دي ما ممكن ناخد خمس كتع فبحط الخمس كتع في الكيس ولفقوه مشلهم في الفريزر فانا كان عندي حد هيجيلي نهارده فكنت مطلعة كسين عشان يكفوا وهتبل فراخ باني انا هعمل لهم هما فراخ باني عادية مقلية وانا طبعا مش هينفع هبقاريكم الطريقة بتاعتها انا هعملها ازاي بس تدبيلة الفراخ عموما انا عملتها كلها واحدة اول حيجة اخدت بصلة كبيرة فرامتها بالشكل ده انا هنا بجهز التدبيلة حطيتها في طبق وهكمل عليها باقي التدبيلة بعد ما فرامت البصلة فرامت كمان طمط موية دي الكابة اليادوي اللي كنت كلمتكم عنها ووريتها لكم قبل كده وبرضو ووريتها لكم كتير في فيديو قبل كده على الانستجرام لذيزة ومنجزة وسريعة كده مش محتاجة ان انا اطلع الكبيرة لما اكون محتاجة اعمل بس بصلايا وحاجات زي كده فحطيت بصلايا وحطيت طمط موية برضو وفرامتها في الكابة وحطيت معلقة كبيرة من الخل والبهارات بتاعتي حطيت ملح وفلفل وبابريكا وبهارات فراخ قلبتهم مع بعض بالشكل ده وبقت التدبيلة جاهزة معايا كمان لما بيكون عندي مستردة بحط معلقة من المستردة تديها طعم حلو قوي دي التدبيلة اللي انا بعتمدها دايما دايما في الفراخ الباني عايز اقول لكم بتكون طعمها حلو قوي بالمناسبة انا عايز اقول لكم ان انا يوم كتب كتابي بعد كتب الكتاب كنا عاملين اكل في البيت فمن ضمن الاكل انا كنت عاملة فراخ باني عايز اقول لكم ان كل الناس اللي كانت موجودة محدش ما سألنيش روان انت عامل الفراخ ازاي بجد انا التدبيلة دي بحبها قوي بتطلع طعمها حلوة جدا جربوها تعجبكم قوي بعد ما خلصت الفكرة دي كنت شفتها على الانستجرام حبيت ان انا اقول لكم عليها اللي هي الشاور كاب اللي بيلبسوه في الراس بعد ما بنبقى عاملين حمام زيت او كده انا جبت كيس فيه ميت واحد تقريبا كان ب15 جنيه او حاجة زي كده وبستخدمه في ان انا اغلف بيه اي طبق او اي حاجة عايز اغلفها بدل ما لسه طلع على الستريتش والف وعمل بينجز معايا بصراحة وفكرة لذيذة قوي معتمدها بقالي فترة يعني فحبيت برضو اقول لكم عليها طبعا بعد ما خلصت حطيت الفراخ في التلاجة وكاكيد يعني برضو المواعين ما بتخلص فغسلت مواعين تاني هنا كنت عايز اقول لكم ان انا بحب اغسل مواعين اول باول ما استناش عليها ان انا راكمها واخر اليوم اغسلها فيه ناس بتعمل كده انا ما بعرفش بحب اغسلها اول باول كمان انا ما عنديش غسلت اطباق فمش محتاج ان انا راكم المواعين لاخر اليوم بعد نص ساعة كده طلعت الفراخ من التلاجة كسرت عليها بيضة وحطيت عليها معلقة يعني حوالي معلقتين كبار من الدقيق هنا برضو دي ترك كده انا بعملها مش محتاجة ان انا حط طبق فيه بيض وطبق فيه بقصمات وطبق فيه دقيق وحط هنا وهنا وهنا لأ انا بيخص المعملية كلها يعني عايز اقول لكم طريقتي في البانيق سهلة جدا بس طعمها بجد بيطلع خطير كل اللي جربوها من طريقتي مرة الحمد لله بيعملوها لحد النهاردة فحطيت بيضة ومعلقتين كبار من الدقيق على الفراخ وقلبتهم مع بعض كويس جدا وبعدين عملتها بالبقصمات وزي ما انتم شايفين كده غلفتها برضو وانا القطعتين بتوعي بقى يعني قبل مرحلة البيض والدقيق والبقصمات كنت شلت قطعتين لي وكملت لهم هما العادية بتاعتهم هنا كنت رشيت بقى الخلطة اللي انا بعملها للرخيمة هي مية وصابون موعين وشوية كده من اي زيت عطري بتحب ريحته بتخلي بقى الرخيمة نظيفة وكمان رحيتها حلوة وبتلمع فخلصت ونظفت كل حاجة كانت ديما بقى صحي دخلت عشان افتح القوضة وانا اضف القوضة وكده ونشوف بقى هنعمل ايه برضو مع بعض الجو اليوم ده كان حلوة قوي او عموما الجو اليومين دول بالنهار بقى حلو مبقاش حر زي الاول في جد الجو بقى حلوة قوي في اسكندرية اصلا الدنيا بتشتي قلولي لو حد بتبعني من اسكندرية الجو عندكم ايه اخباره بصراحة ده اكتر وقت بحبه جدا في اسكندرية ونفسي ان انا روح جدا بس بصراحة انا ديما لسه تعبانة وديما منعتها ضعيفة قوي بجد اي حاجة بتتأثر وبتتعب بسرعة فانا خايفة روح بيها تعية تاني واحنا لسه ما خلصناش العلاج الاولين لسه مناخد كورس المضاد الحيوي فبجد خايفة روح بيها تعية بس انا قبل ما اجيب ديما روقت السرير بتاعي الكوشن ده الكوبر ده كان لسه جديد فحطيته كده وحسيت شكله لذيذ قوي انا اصلا بحب تقم السرير ده جدا لان من اكتر الاطقم اللي عندي مقساتها مزبوطة بالزبطة على السرير وخصوصا المخدة لان انا السرير بتاعي كبير بعد ما فرشت السرير كده وزبطت وروح ترشيت معطر عشان ريحة الاوضة تبقى حلوة دي من اكتر الحاجات اللي بحب بعملها يوميا في الاوضة بتاعتي ان انا بعد ما نسحه من النوم افتح الشباك وارش كده معطر عشان الاوضة تبقى ريحة هلوة لميت بقى الحاجات اللي ملهاش لازمة بتبقى موجودة من بالليل واخدت البسكت فضيته وبعدين من اهم الحاجات اللي عندي اني شغل الراديو كده في فترة الصبح بعد ما نسحه من النوم وروأ الاوضة وعترتها يعني ده جو كده بالنسبالي حاجة بتديني طاقة ايجابية جدا ان انا كمل اليوم ومن اهم الحاجات اللي بحب بشغلها كده كل يوم او كل يومين صورة البقرة بشغلها ممكن افتحها على البلوتوس بتاع الراديو بتاعي واشغلها بتدي طاقة ايجابية كده واحساس بالهدوء والسكينة جميل جدا الراديو بتاعي سألتوني عليه كتير جدا هو كان من سوق دوت كوم بس درقات سوق دوت كوم افلت ما هتلاقوه ممكن موجودة على امازون اسمه جوك وكان سعره 150 جنيه كويس معايا بس لازم عشان في ناس جابيته ومش شغال معايا لازم تتأكد ان انت عندك اصلا الاشارة كويسة وبتلقطي شبكة راديو كويس عندك في البيت بس بعدين بقدت ديما الدواء بتاعها وكان عندي غسيل محتاج ان هو يتطبق عارفين تحسوا ان انا في دوامة كده ما بلحقش خلاص حاجة لاقي حاجة تانية محتاجة ان هيها تتعامل طبقت الغسيل وقلت ادخل اخد شاور وبعدين ادي شاور برضو لديما كده عشان نفوق مع ان لحظة الشاور دي بتبقى صعبة جدا لان دي ما بتحب تعد تلعب في المية وبطلعها من المية بالعافية بس بجد لان انا بخاف عليها بتبرد تعد تلعب في المية كتير قوي بس لحظة الحم نفسها بتعد تعيط يعني متبقاش عايزة المية تيجي على الراسها عايزة تعد تلعب بيها كده وبعد الشاور بقى عملت الروتين بتاع السكين كير بتاعي اللي كنت متوقفة عنه بقلي فترة بسبب بتاع بي ما كنتش بعمل اي حاجة بصراحة فبشرتي حستتها كده اللي هو عطشانة للبرودكت سرواني الديني سيروم الديني كريم الديني اي حاجة فحطيت الروتين بتاعي وكان فيه غسيل محتاجي يتغسل فروحت ان انا اغسله ده كان معطر للملابس اللي محدود في الناحية اليمين نسيت اصوره لكم انا باستخدم بتاع مايوي اسمه سيكرت تحفة اللي هو الاسود وعليه بالبينك وفي النص بحط المسحوق والناحية الشمال لازم طبعا بحط الفانش من ساعة ما ولدت ديمة وانا الفانش عندي حاجة اساسية بسبب البقع كل هدومها بتكون مبقعة فلازم الفانش وكنت كمان عايزة اقول لكم على حاجة مهمة جدا على ناس عندها الغسيلة دي وبتقول لي الغسيلة يروان ما بتنظفش انا بصراحة الغسيلة معايا ما شاء الله اللهم بارك بقالها 3 سنين الهدوم بتطلع نزيفة وبتطلع ريحتها حلوة فانا مش عارفة المشكلة فين فهقول لكم شوية تابس كده ممكن نهاية تساعدكم ان انتو بعد ما تخلصوا غسيل لازم تسيبوه باب الغسيلة مفتوح عشان تتهوى عشان الهدوم ما تبقاش فيها ريحة كمكمة لازم كل فترة تعملوا دور التنظيف للغسيلة بالخل بعد دي هتلاقوها موجودة عندي وهتلاقوها على اليوتيوب كتير جدا دور التنظيف دي من الحاجات المهمة جدا انتو تعملوها مرة كل شهر ضروري ان انت تستخدمي مزيل للبقع تستخدمي مزحوق غسيل يكون كويس وبينظف كويس وبعد كده تقولي بقى هي بتنظف ولا ما تنظفش ضروري كمان تستخدمي البرامج بتاعتها كويس انا هم حوالي التلات برامج اللي شغالة عليهم دايما الدرك جارمنس والقطون والماكس فابريكس وكمان اللي هو النص ساعة لو بخصل حاجة سريعة لو بعد كل ده لسه في مشكلة بتواجهك مع الغسيلة انصحك بقى ان انت تكلمي السيونة ويقوي بصولك على الغسيلة ويعرفوا هي المشكلة منين في ناس برضو بتقولي الغسيلة بتقطع الهدوم ده بيكون في حاجة بتشبك في الهدوم يعني بتخليها تتقطع فتكلمي السيونة افضل حاجة وتقوليهم مشكلتك وهم هيساعدوك بعد ما خلصت بقى قلت اخدلي بريك كده واشرب كوبية الشاي الاسبوع ده برضو مفيش سناك المفروض باخد سناك في العادي يعني باخد فكهة بس الاسبوع ده قلت زي ما قلت لكم شوية الشاي ده كنت عايز اقولكم عليه هو شيء اخدر اسمه شيء اخدر كاي من امتنين كنت جايباه تقريبا بحاجة واربعين حاجة وثلاثين انا كنت جايباه اونلاين بصراحة حلوة قوي انتوا تمشوا عليه مع الدايت هو من مكوناته ارفا وجنزبيل وارونفل حاجات بتعلي الحرق بس لازم تكونوا بتعملوا ضايت يعني عشان يعلي الحرق معيكم وهيساعد في نزول الوزن فقلت اقولكم عليه انا باخده مرة واحدة في اليوم بعد واجبة يعني بعد الفطار او بعد الغدا قلت اقولكم عليه لو حد بيعمل ضايت هيبقى من الحاجات اللي هتساعدكم في رفع الحرق بجد طعمه لازيز اوي كمان ناجهته كده فيها ارفا وجنزبيل مش وحش خالص بعدين بقى دخلت احضر الغدا بتاعي قلت اوريكم انا عملته ازاي حطيت طاصة صغيرة كده على النار وحطيت فيها معلقة صغيرة زي ما انتوا شايفين كده من زيت الزتون وعليها معلقة صغيرة من التوم المفروم شوحت التوم كده عليها اول ما ريحته بدأت تطلع كنت قطعت القطعتين بتاعت الفريق بتاعتي قطعتها كده زي مكعبات صغيرة او لشرائح صغيرة علشان انا محتاجها كده في الوصفة دي ممكن تسيبوها زي ما هي لو عايزين تسيبوها بحالها بس هي وهي صغيرة كده بتكون الازب كتير وبتكون سهلة في الاكل يعني انا بحب اكلها كده بالشوكة بتكون حلوة قوي فتاني حطينا زيت زيتون وحطينا توم مفروم لحد اول ما ريحته تطلع انا عايز اقولكم ان انا هنا غدت لان كان رموانة قلب في الارض كان في رموانة قلب في الارض وروح تلمه وانسيت الموبايل شغال المهم بعد ما قطعتها بقى مكعبات كده رحت حطيتها وطبعا التصة كانت سخنة وفضلت اشوح فيها على النار لحد ما لونها يتحول للون الابيض كده قديتها تشويحة كده لحد ما بدأت ان هي تدخل في السوى وكمان انا في الغدى بتاعي نهارده برضو مفهوش نشويات فهوريكم بعمل ايه عشان احس بالشبع اكتر يعني الاسبوع ده كله اصلا مفهوش نشويات ولا فطور ولا غدا ولا عشا فصعب جدا ودعولي يعدي بسرعة عشا ده اصعب اسبوع انا كان بيعدي علي اسبوع مثلا العشا مفهوش نشويات بس فيه في الفطار والغدا بعدين قعدت اسبوعين الغدا والعشا مفهمش نشويات بس الفطار كان فيه كنت باخد اتنين توست الأسبوع ده الثلاث واجبات من غير نشويات فبجد أسبوع صعب قوي ده كان أصلا أول يوم فيه ولسه بحاول أن أنا أتأقلم يعني وأتعود على النظام ده لأنه صعب بس هي الدكتور بصراحة أقلي بيدي نتيجة حلوة قوي فحاولي أن ينسي تتمسكي كده وقدتني كمان نصايح تانية أنا بحب دكتور سارة عشان بتديني بدايل قالت لي لو مش قادرة خلاص وعايزة تدخلي نشويات ممكن على الفطار أخد واحدة توست مشكلة بس يبقى يوم على الأقل مش كل يوم هي ديما عايزة تشارك معينا في الفويس فأنا بحاولها تلاشيها على قد مقدرة بس هي عملها كل شوية تعمل أي حركة كده فأي حركة غريبة تسمعوها يعرفون دي ديما لأن هي قاعدة على رجلي بس مهم بعد أن شوحتها كده كنت عايزة تديها بقى سنة سبايسي كده اللي هو تبقى حرشة شوية فحطت لها معلقة من الهوت سوس وقلبتوهم مع بعض كده بالنسبالي الفراخ خلصت بس أهم حاجة عندي إن أنا كنت أعمل أقلبها عشان تستوي وتاخد لون حلو كده تبقى شبه الفراخ المشوية خلصت الفراخ بتاعتي كنت مجهزة بقى طبق من السلطة في خيار وطماطم وجزر مبشور وفلفل ده إيه ده لا مش فلفل أغضر خيار وطماطم وفلفل أحمر وجزر مبشور ونزلت بالفراخ عليهم من فوق بقت كأنها سلطة بالفراخ وهي كمامة ديني المفروض أن أنا معيهم طبق من الخضار بس أنا مكنش عايزة أعمل خضار جنب الأكل لديكم أنت حاسة أن ده بالنسبالي ألز وأحلى فعملت بس السلطة وعليها الفراخ كانت طعمها طحفة لذيذة جدا وبتشبعوا والله يعني أنتوا لو كنتوا الطبق ده كله هتلاقيوا نفسكم شبعته بس هو الموضوع محتاج أن أنتوا تعودوا نفسكم على ده وده الحلو أن أنتوا تتبعوا مع دكتور أنها بتعودكم على نظام تدريجي شكرا